في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يليت تبحر بنا في فضل هذا اليوم وخصائصه وبما الله اختصه لنا أكرم هذه الأمة بهذا اليوم العظيم فمعك المايك تبحر بنا في هذا اليوم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رجل محمد وعلى آله وصحبه أجمعه الله عز وجل دو فضل عظيم أفاض علينا عز وجل من النعم والآلاء ما لا يعد كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله نفسه 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 هذه النعم لغربة الشمس ما استوفينا النزر اليسير منه فضلا أن نحيط بها وهذا من مزيد عطاه سبحانه وتعالى ومن فضائره عز وجل أنه جعل الفضيلة في الأماكن والأزمنة شرخ عز وجل بعض الأماكن وبعض الأزمنة كي الناس تسابق فيها وتهتبيرها فرصة للمنافسة ومن هذا اليوم العظيم يوم الجمعة الذي ما أدري توافقوني أخواني ولا لا أنه ما عرف الناس قدره حقيقة وما أنزله منزلته التي أنزلها الله عز وجل حتى ألف العلماء كتبا في هذا اليوم منهم السيوطي من علماء الشافعين وكتاب نور اللمعة في خصائص الجمعة ولي ابن القيم فصل طويل في زاد المعاد في فضائل هذا اليوم وصله إلى فوق الخمس تلاتين وجمع أحد الباحثين ما ذكره السيوطي وابن القيم وحققها ومحصها وجد ما ثبت بأسانيد ومتون صحيحة 52 خاصية من خصائص الجمعة فماذا نقول وماذا ندع في مثل هذا اليوم العظيم يكفي أن الإمام مسلم بوّب في صحيحه باب هداية الأمة اليوم الجمعة وساق حديث رسلم أن نحن الآولون الآخرون السابقون يوم القيمة وهذا يوم الذي فرض الله عليه فأضى اللهم الله عنه وهدنا الله له فوقع اليهود في يوم السبت وقع النصارى في يوم الأحد وقع المسلمون في هذا اليوم وتحققهم هذا الفضل العظيم بفضله سبحانه وتعالى فلتطب النفوس حقيقة في فضل هذا اليوم صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عيد جعله الله المسلمين حتى من الطلائف أن اليوم أنا راح الصلاة الفجر في أحد الشباب يعني أتوقع عمره عشرين كذا من خلال أسئلته وتحديثه عن نفسه يعني يسأل أسئلة علمية دلنا جاد في طلب العلم وأنا طال على الصلاة الفجر اليوم فتحت الجوة الجهاز يعني مسافة لا بأس بها المسجد يعني لا أحد يحتاج شيء في هذا الوقت يغسل شيء كذا فإذا هو يسأل هذا الشاب يقول أنا شاب يعني لسته كبيرا وودي يعني أشعر نفسي وأشعر المسلمين بأن هذا يوم عيد فهل تنصحني ألبس البشت وإلا يعتبر نباس شهرة بالنسبة لي أنتم تعلمون الآن أن البشت كان يتوارى في الجوامع ولا لا صحيح بينما لو تبحث عن الصور قبل ثلاثين سنة طاغي ولا لا كله مشوت كله مشوت فأعجبني حرصه على إحياء هذا المعنى وتخوفه تخوفه من الله على نفسه فاستدعيت موقف لأحد الشباب وهو لا يعمم أن أحد الشباب كان يهتم بها البشت يمكن من نهاية المتوسط وانعكس عليه شيء من الكبر وشيء من سبحان رضي فقلت أشوفه يا ولدي أنت أدرب نفسك إذا أنت تقصد أنك تظهر يعني أنه يوم عيد فأنت على خير لكن إذا لا مسك شيء من العجب وكذا فأترك حتى أنا من الطرائف قبل ثلاثين سنة تقريبا كنت في مجلس وكان في أحد المسؤولين ليعرفني يعني وكان بداية الشتة تعرف بداية الشتة الواحد ما بعد تحزم للبرد وجاي باللي بشت يعني أخرب ما يكون شتوي فهو عاد حساس ومثقف كبير وكذا وصاحب المجلس الله خير حاطني في صدر المجلس يعني فجاء وقال هل حين أنت لابس البشت يعني عشان البرد ولا شايف النفسك إن شاء الله عزب النظرة قلت لا والله عشان البرد وأنا فعلا جايب عشان البرد يعني لا والله ولا شي خصة لمثلك يعني وكذا فكان موقف طريف فاستدعيت هذا الموقف وموقف هذا الشاب فقلت لهذا الإبن لا بأس فالرسول السلام يقول هذا يوم عجع المسلمين ذلك عياد المسلمين عارف عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة هذه حقيقة يعني جولة مبكرة ولا إن شاء الله نواصل الحديث عن هذا اليوم بما فيه من أزهار ننثرها بهذا اللقاء المبارك إن شاء الله بإذن الله بإذن الله وصراحة يعني مثل ما ذكرت يا شيخي دينا دين عظيم والله سبحانه وتعالى يعني لما كرمنا واختصنا واصطفانا وجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطى لهذه الأمة مزايا وخصائص وكان منها هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يعني وجعل في هذا الأسبوع هذا اليوم فيه ساعات مباركة فيها أوقات استجابة الدعاء ولعل الشيخ يعطينا التفاصيل فيها بإذن الله في حديثنا اليوم حيلا أبو نايف الله يبديك كبارت فيك ترجمة نانسي قنقر